الكرام قال رئيس الوزراء الفلسطيني أنه ينتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورا وتحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة وفي السياق نشرت صحيفة آرتس الإسرائيلية مقالا للكاتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي تحت عنوان حظ سعيد لمحكمة العدل الدولية وعلى الإسرائيليين أن يأملوا في أن تصدر قرارا بوقف عملية غزة شاهدين الكرام دعوني فقط نوح أننا في انتظار المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في أي لحظة سيكون على شاشتنا ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد انتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية في طريقه لاستكمال هذه الزيارة لعدة دول عربية أخرى وأيضا للاحتلال الإسرائيلي الآن ينضم إلينا كاتب المقال الذي أشرنا إليه منذ قليل فيها أرتس عبر الإنترنت من تل أبيب سيد جدعون ليفي الكاتب الصحفي الإسرائيلي سيكون جاهزا معنا بعد قليل لكن اسمحوا لي أن أقرأ لكم جزء قصير مما كتبه جدعون ليفي في صحفتها أرتس بالأمس وهو لافت للنظر لأن أعتقد أن جدعون ليفي هو الوحيد الذي تحدث في أنه يريد أن يكون هناك حكم من محكمة العدل الدولية عندما تعقد أولى جلساتها يوم الخميس المقبل في دعوة مقدمة من جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل صراحة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أعتقد هو الإسرائيلي الوحيد الذي قال أريد أن حظا سعيدا للمحكمة العدل الدولية وأن تصدر قرارا بوقف هذه العملية العسكرية على قطاع غزة ويقول حتى في بداية مقاله لم تذهب إسرائيل للحرب من أجل الارتكاب الإبادة الجماعية لا شك في ذلك ولكنها ترتكبها عمليا معنى كاتب المقال جادون ليفي جادون أحييك على الجزيرة مباشر لماذا تمنيت حظا سعيدا للجنائية للعدل الدولية في الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال وضد إسرائيل في مسألة الإبادة الجماعية وأن توقف في العدل الدولي على الأقار تصدر قرار بإيقاف هذه الحرب كل من يود أن يضع حدا لهذه الحرب كل من يفهم بأن هذه الحرب لن تفيد أيا كان ولا حتى إسرائيل لن تصل بها إلى أي مكان كل شخص أو أي شخص يستطيع أن يتفرج ويقف مكتوف الأيدي مع كل هذه القتل بين الفلسطين وخاصة بين الأطفال سوف يتمنى أي تأجراء لإنهاية هذه الحرب كل من يتمنى أن يرى إطلاق صراح للأسرة ينبغي عليه أن يتمنى أيضا نهاية هذا الحرب وأحدى الترق للقيام بهذا هو عبر المحكمة أحكمة العدل والتي في وقت لاحق سوف تقرر فيما إذا كان قتل 22 ألف شخص 8 ألف طفل هي إبادة جماعية أم لا ولكن هذه في مرحلة لاحقة في المرحلة الأولى نود أن نرى نهاية لهذه الحرب عدد القتل اليوم قدعون وصل إلى 23 ألف أو زاد عن 23 ألف غالبيتهم وأنت أدر مني من النساء والأطفال هذه البعض يراها إبادة جماعية يعني عندما تقتل 23 ألف مدني غالبيتهم من النساء والأطفال هذا لا يقال عليه إلا إبادة جماعية قدعون أليس هذا صحيح؟ هذا الطرح صحيح؟ أنا لست خبيرا قانونيا لكن قال الخبراء القانونين أيضا بأنه ينبغي عليك أن تثبت النية قبل أي شيء أنا لا أود أن أخوض في هذا لأنه في نهاية المطاف هذا تلاعب بالكلمات لكن في الواقع هو هناك 23 ألف إنسان قد قتلوا وألاف من الأطفال فما هو أكثر ألما من هذا بغض النظر عن التسمية وحتى لو كانت إبادة جماعية أم لم تكن الأمر غير مقبول إنها جريمة على أي حال جدعون أنا أعتقد أنت الصوت الوحيد الذي يتحدث بهذا الشكل وفي هذا السياق على الأقل الصوت الأعلى في إسرائيل ورافض لهذه الحرب ومنتقد لها بشكل أو بآخر هذا لا يعرضك لأي مشاكل لأي ضغوط داخل إسرائيل أم لا؟ دائما هناك ضغوط ولكنني أقول لكم بأنه لا تزال عندي الحرية للحديث ولأقول كل ما أريد أن أقوله في صحيفتي طبعا لا زلت عندي مساحة من الحرية التعبير في إسرائيل ولأن إسرائيل هي لا تزال ديمقراطية للمواطنين اليهود؟ ديمقراطية للمواطنين اليهود ما بين قوصين هذه نقطة مهمة لكن على ما يبدو أنها لغير اليهود ليست ديمقراطية على أي حال أريد أن أتحدث معك في تركيبة الحكومة الحالية حكومة يراها البعض الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل هل تعتقد أن هذه الحكومة من الممكن أن تتوقف بشكل أو بآخر عن القتل الجماعي الذي يحدث يوميا في قطاع غزة؟ أنا أسمع بعض التعليقات من بنكفير سوموتريتش يريدون ما هو حتى أكثر من ذلك هل هذه الحكومة تستطيع أن تصل لهذا القرار يوما ما؟ أم لا؟ هذه المشكلة هي ستفي الحكومة الحكومة هي مع الداعمين للحكومة لأن هناك الكثير من الإسرائيليين بمن فيهم أولئك الذين كانوا في اليساري أو حتى في الوسط بعد الهجوم البربري في السابع من أكتوبر هم يظنون بأن إسرائيل عليها أن تقوم بما ينبغي عليها أن تقوم به والآن الناس يتقبلون جرائم الحرب هذه بسبب ما جرى في السابع من أكتوبر وهذا أمر يصعب قبوله لأن جريمة تسابع أكتوبر هي جريمة حرب لكنها ليست مبررا لجرائم حرب أخرى بعد ذلك لكن الحكومة هي مشكلة هي حكومة يمنية متطرفة وحكومة عنيفة وينبغي أن تنتهي ولكن المشكلة سوف تبقى لأن الرأي العام الإسرائيلي هو الآن في مرحلة لم يصل إليها في السابق وإسرائيل تجربة لم تمر بها في السابق حتى لو صدر قرار من العدل الدولية بإيقاف هذه الحرب هل تعتقد أن الحكومة الحالية ستتعاطى مع مثل هذه القرارات بإيجابية يعني شفنا وأتبعنا كيف تعاملت إسرائيل مع القرارات المتعلقة التي خرجت من مجلس الأمن والأمم المتحدة تعاملت معها بكل اصدراء لن يكون الأمر سهلا ولكن لن يكون من السهول تجاهل الأمر لكن السؤال الأهم هل الولايات المتحدة الأمريكية مجددا سوف تستخدم حق النقد الفيديو في مجلس الأمن بعد إصدار قرار من المحكمة العدل الدولية أنا لست واثقة من الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها حماية الحرب مرارا وتكرارا وحماية إسرائيل مجددا في فيتو آخر أنا لست متأكدة من الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على القيام بذلك ولو قامت بذلك فإن إسرائيل سوف تجيط طريقة مجددا للتجاه أنا متأسف للمقاطع لكن لدينا مؤتمر صحفي لبلينكين يجب مسألة المؤتمر الصحفي لأنتوني بلينكين وأتحدث معك عن الرؤية الأمريكية هل تعتقد أن أمريكا الآن عازمة وبقوة من خلال زيارة بلينكين على كبح جماع الحكومة الإسرائيلية الحالية فيما يتعلق باستمرار الحرب على قطاع غزة أو على الأقل أن تكون أقل حدة وأقل تعرضا للمدنيين أم لا حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لشن هذه الحرب ولا تحدث أي من الشركاء الأمريكيين أي تكلم عن وقف إطلاق أو وقف إطلاق النار والآن أرى بلينكين أكثر قلقا حول الحرب مع حزب الله هو لا يود والولايات المتحدة الأمريكية لا تود من الحرب أن تتسع إلى تلك الجبهة ولكن فيما يتعلق بحماس هم لا يزالون يعطون إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار الحربي مع تكرارهم لمحاولة على إسرائيل محاولة تقليل ضحايا المدنيين وتمكين دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إذن أنا لا أرى حقا بأن إسرائيل تستمع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا عفوا أنا لم أفهم الجزء المتعلق بحماس هل حماس تعطي مبرر لإسرائيل لاستكمال هذه الحرب أو لبادة الجماعية على قطاع الزاكيف لو كان فهمي للأمر صحيح أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إسرائيل الدوء الأخضر للاستمرار في الحرب ولتحقيق أهدافها والتخلص من حماس وتحريرها الأسرة لا أظن بأن هذه الأهداف قابلة للتحقيق ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لم يقول لإسرائيل أن عليها أن تتوقف لكن اسمح لي أقل يعني بعد 94 يوم من هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فكرة تحقق الأهداف هل أصبح واقعيا وقبل أن أكمل سؤالي لدينا صور مباشرة الآن من سماء قطاع غزة وإطلاق القنابل الضوئية على القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما يعني أن هناك هجمات ستكون على عدة مناطق وعدة نقاط في قطاع غزة هذه الصور حية ومباشرة من سماء قطاع غزة مشاهدين الكرام جدعون بعد 94 يوم من بدء هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هل تعتقد أن هذه الأهداف أصبحت منطقية يعني هل منطقي فكرة يعني إسرائيل ستقضي قضاء مبرمن على حماس أو ستخرج أسراها عن طريق عملية عسكرية أنا عندي كان شكوك منذ اليوم الأول وبعد طبعا 94 يوما هذه الشكوك أصبحت أقوى إسرائيل سببت الكثير من الضرر لغزة ولشعبها ولمبانيها دم أضرار جاسيمة وأيضا تكبدوا بالأضرار لحماس ولكنهم لم ينجحوا في القضاء حماس وأكبر دليل بأن حماس لا تزال تطلق حتى الصواريخ ضد وسط إسرائيل لا أرنب أن شهرين أضافين أو ثلاثة سوف يغير الأمر الطريقة الوحيدة الآن لتحقيق على الأقل هدفي إطلاق سراح الأسرة ومن وجهة نديانا هي ينبغي أن تكون الهدف الأساسي لإسرائيل والخطوة لا يجب أن تكون وقف إطلاق نار اسمح حتى نفهم الداخل الإسرائيلي أكثر من خلالك ما الخلاف الحادث الآن داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي أو ما يقال عن خلاف بين نيتنياهو وبين بعض القادة العسكريين في جيش الاحتلال لا يوجد هناك أي اختلافات حول ما الذي ينبغي إنجازه ولكن هناك توتر حول من هو المسؤول عن هذه الفوضى ومن الذي سيطلع بمسؤولية ما الذي جرى في السابع من أكتوبر لأن السابع من أكتوبر كانت عبارة عن فوضى كبيرة لإسرائيل خلال كبير في إسرائيل استخباريا وعسكريا وحتى اليوم ولن يفاجئك بأنهم لم ينجحوا وهذا ما يبحث فيه الآن الساسة والعسكريين وكل منهم يحاولوا خاصة الساسة للحديث من منظور السياة المسؤولية لأن المسؤولية كبيرة جدا المسألة أما فيما يتعلق باستمرار الحرب أرى بأن هناك توافق ما بين الجيش والسياسة ولصالح طبعا استمرار هذه الحرب ولسوء الحض متى من الممكن أن يقتنع حتى بوجهة النظر التي تحدثت أنت عنها الآن القدر في إسرائيل سواء من الناحية السياسية أو من ناحية العسكريين متى سيقتنع أن تحقيق الأهداف التي وضعوها في أول الحرب وأول العدوان لن تتحقق من خلال العملية العسكرية يعني متى سيصل لهذه النتيجة قدعو هذا السؤال يمكن يطرحه بعد عشرات الأعوام التي ظلت في إسرائيل بأنها يمكنها أن تنجح بالحل العسكري ولم تصل بإسرائيل أي مكان أنظر إلى كل الحروب والنتائج كانت دائما ليست في صالح أي أحد لا الفلسطينيين ولا الإسرائيليين ما الذي حققته إسرائيل من كل تلك الحروب وما الذي أنجزه كل الفلسطينيين من كل هذه الحروب نحن عالقون حقا في حلقة مفرغة إسرائيل تظن دائما فيها أو تؤمن بقوتها العسكرية وتظن بأنه فقط باستخدام القوة العسكرية يمكنها تعقيق أهدافها وهي تفشل مرة بعد أخرى ولكن هل تعترف بهذا اسمح لماذا لا نرى رأي عام في هذا السياق داخل إسرائيل خصوصا كما ترى هذا القتل هذه المرة على الهواء مباشرة الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة قتل الأطفال على الهواء مباشرة متى سنرى رأيا عاما إسرائيليا يقول لحكومتها المتطرفة كما يقولون كفى حرب كفى قتال الأمور لم تحل بهذا الشكل هل من الممكن أن نرى يوما ما مثل هذا الطيار أم هذا مستحيل يعني فادي أدي بدأ عليك أن تعرف بأنه مشاهدوك أو أي مشاهدي في العالم بخلافهم الإسرائيليون غير مدركين الواقع في غزة هناك أخبار على مدار الساعة وكلها مليئة بالجنود الشجعان والضحايا والأسرى والعائلات المكلومة كل شيء إلا شيء واحد لا أحد يعرض على الإسرائيليين صور المعاناة غزة صور الأطفال صور المشردين صور الجوع الأطفال القتلى هذا لا شيء منه يعرض على الإسرائيل فبالتالي في إسرائيل من السهولة بالنسبة لهم باستمرار بهذه الحرب لأنه لا أحد يعرض عليهم الواقع أنا أؤمن بأنه لو رأى المزيد من الإسرائيليين ما الذي تقوم به دولتنا وجيشنا لربما غير الكثير إسرائيليين رأيهم ولكن على أي حال الإعلام وتطوعيا لا تزعج نفسها وتعرض مشاهديها وقرائها لأي صور غير مناسبة أو مقلقة لأنهم يعرفون بأن الأحد يود أن يراها فبالتالي الإسرائيليين لا رأوا أي شيء تقريبا مما يجرى في غزة تقريبا لا شيء طبعا ما هذا يتنفى مع فكرة الديمقراطية الديمقراطية يكون فيها حرية إعلام ويعرض كل أجهة النظر تعرض كل الصور على الرأي العام حتى يتحدث فهذا فكرة إن إسرائيل الديمقراطية يعتقد محتاجة كلام كما ذكرت لكن إذا كان الصور الأطفال الذين يقتلون يوميا من قبل جيش الاحتلال لا تعرض لكن أيضا لا ينظرون للخسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي جدعون يموت يوميا من جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات أقل أزيد الإصابات كبيرة تتحدثون عن 9000 عسكري دخلوا فيه يحتاجون لعلاج نفسي هذه الأمور لا تؤثر على القرار الإسرائيلي لا تؤثر على الرأي العام في إسرائيل ليس حتى الآن الرأي العام الإسرائيلي هو لا يزال تحت صدمة السابع من أكتوبر ولا يزال يود معقبة غزة وحماس وليس فقط حماس وإنما غزة على ما جرى في السابع من أكتوبر والأمر الثاني وكما قلت عندما لا تكون معرضا لما يجري حقيقة لا ترى كيف الدمار والمعاناة وما جرى مع الناس عندما لا ترى طوابير الناس المصطفين للحصول على الطعام والشراب إذن تكون راضيا بما يجري وتقول بأن الحرب هي دائما حرب ليست أمرا جميلا وهم أصلا أدونا وارتكبوا بحقنا فبالتالي لا يجب أن نشر بتعاطف ضدهم وبالنسبة للإسرائيليين غزة كله حماس ونأهم نازيين ونسمع الكثير الآن من صحفيين وساسة هذا الكلام ومن دون ومن دون أي تعاطف كلهم يعبر عن التعاطف مع غزة يعتبر خيانة الآن في إسرائيل وهذا ما كنت أقصده في بداية حواري معك لأن أنا أعلم أن كل من يعبر عن تعاطف أو يقول لا للحرب في إسرائيل أن يعد خائنا ويرمى بالخيانة إذ لم يطارت حتى الإذاء بدني في بعض الأحيان كما رأينا في بداية الحرب أنا قرأته وهذا سؤال شخصي لو لم تريد أن تجيب عليه فهذا حقك أنا قرأت أن حتى أبنائك يرفضون ما تكتبه أو لا يقرؤون ما تكتبه فيها آرتس يعني هذه الأفكار التي تكتبها هل هذا صحيح أم لا يعني يبدو بأنك لا تقرأ مقالاتي في كل ما أقوله قلت هنا كتبته في آرتس يوما وراي أسبوعا بعد أسبوع منذ اليوم الأول لهذه الحرب هنا وهناك حتى عندما أدعى على التلفزة الإسرائيلية أو الدولية أنا لا أخبئ عن جماهيري لما هو في الداخل الإسرائيلي ولم هو في الخارج الإسرائيلي عفوا على ما يبدو أننا لم أطرح سؤالي بالشكل الصحيح أنا لا أتحدث عن ما تكتب أنت تكتب منذ سنوات كل ما تكتبه وتقوله على شاشات التلفاز بكل وضوح للحقيقة لا أنا كنت قرأت أنك في يوم ما تحدثت على أن أبنائك لا يقرؤون ما تكتب بالمعنى من الممكن أن يكونوا مختلفين معك في وجهات النظر هذا ما قصدته فلو كان هذا صحيح أو تحب أن تجيب عليه فتفضل نعم نعم هذا صحيح ولكن المسألة الشخصية وليست الجميل اللي أعرفه ولكن حتى أصدقائي ينتقدوني وخاصة في هذه الحرب والكثير من أصدقائي غيروا وجهة نظرهم وأحيانا أشعر بالوحدة ولكن لا يمكنني أن تظاهر أستطيع فقط أن أقول ما أؤمن به وأنا أؤمن بأن هذه الحرب ينبغي أن تتوقف وأن إسرائيل لديها الحق في حماية نفسها ولكن هذا لا يعطي إسرائيل الحق في عبور الحدود والقتل والمدنيين من النساء والأطفال بهذه الطريقة وحتى الكبار في العمر والشباب وفوق كل هذا أن تعامل إثنين مليون شخص كنكبة آخر كما وصفها وزير إسرائيلي وليس أنا جدعون ليفيال كاتب الصحفي الإسرائيلي كنت معي عبر الإنترنت من تل أبيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا للمشاهدين